هذه لا تحضر إلا في هذه المرحلة دون أن يكون هناك إحساس خاص بواجب أو ضرورة الكتابة عنها إلا ما كان من ذلك مرتبطاً بما يمكنه اسمي له بوعي شخصي ويكون في جزء منه وعي جماعي لدى فئات كثيرة من الناس وفي أوساط المخل بحقائق تاريخ المعاصر المغربية والأحداث التي وقعت في عشرين منو 2021 منذ وازل من ستين وثلاثين سنة خلول تعتبر من الأحداث التاريخية النفسية ربما في تاريخ المغرب الحديث للأهمية الكبرى التي اكتسلتها في مرحلتها ولكن أيضا لضخمة تلك الأحداث وللمتائج السلبية التي لم أخضت عنها سواء بمقتل كثير من الضحايا أو بما ترتبع عن اعتقال فئات أخرى من المشاركين بحيث قضاء صنوات طاولة في السجون ومنهم من خرج بعد أن قضى عقوبته فانتهى به الأمر إلى نوع من ميزون الحق ومات معزولا متروكا إلى آخره هذا فضلا عن أنها كانت في تاريخ السرع السياسي في المغرب مرحبة الإنساسية لأنها فضطت من ناحية بنوع من النهوض الاجتماعي والسياسي والذي أخذ مدى بصورة أو في سياق يمكن اعتباره سياقا تقدميا أخذ مدى مدى في تمانينيات بشترنا عنه ثم أصطحنا ملاحظوا بعد ذلك أنه عن من حضار أو من المراجعة أو التراجع وما شكل ذلك ولكن الأحداث كانت في هذه المراجعة وهذا ما جعل تنعكسه في الكثير من ليس في الكثير يعني في كثير من المصوص والمقالات والآراء والفيديوهات التي سلجبت حولها وكذلك البرناب في ذاكرة النزم فأنا شخصيا اشترى البرناب في ذاكرة يعني إبلاقاً لوعي بأهمية الحدث التاليخي الكبير